دخلت الخميس أولى المساعدات الإنسانية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى غزة حيث استلمها في غزة الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أكد أن هذه المساعدات ستساهم في صنود المنظومة الصحية الفلسطينية وفق ما أفاد به التلفزيون الجزائري وتتمثل المساعدات الجزائرية في مواد غذائية وتبية وألبسة وخيب تم إصالها عبر جسر جوي مكون من طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية شكرا